أهلا بفضل درس جديد من درسه إونلاين أنا أحمد أبو زياد وإن شاء الله النار ده نتكلم عن قبل أي حاجة يلا نطقين Either or and neither nor زي ما قلناهم و Either or and neither nor هنفضل لأقول الأول الان American والتاني British بس يعني British المفضل هو either الار ما بتتنتاش تعريبا فأنا مش عارف البريتش او بس يعني نقط ان صح ايان كان يعني مش نقطة الخلافة خالص بس حبيت اوضح نقطة ده ابن نبتدي اوكي ايذر اور ونيذر نور معناهم ايه ايذر اور معناها اما او اما او ونيذر نور معناها لا ولا او لا هذا ولا ذاك اوكي طبعا المعنى هيوضح بالامثلة ان شاء الله حالما لو انت مثلا قاعد مع صحابك في شقة سواء كانت في الدراسة او في شغل وكل واحد بيقوم بوظيفة معينة يعني فانت بتقول لهم انا اما هاخصل الصحون او هعمل شاي انا مش هعمل للاحقتين هنا بنستخدم هانا بنستخدم ايذر اور فهتقول I will either do the dishes or make you some tea i'm not gonna do both ويتاخد بالك ان I'm not gonna do both هينا دية مالهش يعني مش لازم تجيبها بس يدوب للتأكيد لتأكيد المعنى يعني هو ممكن يقول I will either do the dishes or make you some tea ده معنا ان هو يا مرة هايعمل السحون هيقي المخصص الصحون أو انه هيعمل شاي مش هيعمل الاثنين مع بعض هو يا إما هتخسل الصحون يا إما هتعمل شاي ف้ grabbing taking something from shards مش اللاثنين لم يفعش تعمل اللاثنين هو يا إما ده يا إما ده عشان كده معناها إما أو أنا يا إما هاخسل الصحون يا إما هعمل شاي I will either do the dishes or make you some tea. طب بالنسبة ل neither nor لو انا عايز اقول مثلا احنا طلعين رحلة فبقول لا علي ولا احمد هيجوا معنا لا علي ولا احمد هيجوا معنا فهتقول neither علي nor احمد will come with us neither علي nor احمد will come with us ليه neither ليه لا علي ولا التانية ديات ليه فتاخد بالك ان either or neither nor يعني اللي فيها ان في الاول فيها ان في الجزء الثاني بتاع ليه neither فيها ان في الاول وجاي معها و either ما فيهاش ان وبالتالي or بس من غير ان ف either or معناها اما او و neither nor معناها لا ولا او لا هذا ولا ذاك طبعا الحاجات اللي زي دي معناها بيوضح بكتر الى امثلة فاحنا نقول شوية امثلة لوطاف كده و نتوكل على الله المثال الاول he drinks neither coffee nor tea معناها ايه الجملة ديات هو لا يشرب القهوة ولا الشاي يعني هو لا بيشرب قهوة ولا بيشرب شاي he drinks neither coffee nor tea he drinks neither coffee nor tea المثال التاني انت انجحت الحمد لله والسيد الوالد كان وعدك بهدية فروحت تشتريه فمحتار تختار اكس باكس او بي اس فور فبتلمح كده ان انت تجيب اللي اتنين فالسيد الوالد طبعا قالك you can choose either اكس باكس او بي اس فور you can't get both you can choose either اكس باكس او بي اس فور you can't get both يعني اختار يا اما الاكس باكس اما البي اس فور either or either or واكتشفنا ان انت منجحتش وان انت كنت مزور الشهادة فالسيد الوالد قالك you are grounded you can neither watch tv nor go out with your friends you are grounded يعني انت معاقب you can neither watch tv nor go out with your friends انت معاقب انت لا هتتفرج على التلفزيون ولا هتطلع مع اصحابك okay you are grounded you can neither watch tv nor go out with your friends neither nor طبعا انت اكتئبت بقى وقفلت عليك قطك وزعلت والكلام ده كله مش زعلان لانك سقط لا زعلان لانك اتكشفت وان انت معاقب يعني فالقيت واحد زحلاتي بيقولك الجمنة دي when life hits you you have the choice to either get up or stay down it's up to you when life hits you you have the choice to either get up or stay down it's up to you يعني لما الدنيا تغبطك انت عندك الخيار ان انت يا اما تقوم يا اما تخليك على الارض الموضوع يرجع لك it's up to you you have the choice to either get up or either get up or stay down it's up to you either or فانت طبعا ما اقتنعتش ولقيت برضو الراجل اللي زحلاتي ده بيقولك you should neither stay down nor wait for any help pull yourself up and keep going you should neither stay down nor wait for any help pull yourself up and keep going you should neither neither stay down nor wait for any help neither nor يعني يجب انك لا تظل قاعد منهزم ولا تنتظر اي مساعدة قوم وكمل pull yourself up and keep going you should neither stay down nor wait for any help اوكي دول شوات امثلة لتوضيح الفرق في المعنى ما بين either or و neither nor فاكل الجملة بتاعت he drinks neither coffee nor tea he drinks neither coffee nor tea يعني هو لا بيشرب قهوة ولا شاي بيقولك ان انت ممكن تستخدم either في الجملة دي يعني neither nor ممكن تستعيد عنها not either or ازاي؟ يعني عندنا ايه اللي حصل؟ يعني احنا عندنا نفي اللي هو احنا شلنا النفي من وودنا للفعل الأصل بتاع الجملة اللي هو نفي نفس المعنى بالضبط يعني هو لا يشرب ايا من القهوة او الشاي لو انت في مرحلة علمية سواء كانت اعداري او ثانوي او كلها فدي من الحاجات بقى اللي بيقولها تركات يعني اللي بتيجي في الامتحان بقى وعايز يختبر هل انت فعلا فاهم الموضوع ده ولا لا الموضوع بسيط جدا جدا يعني هو ما بيشربش لا قهوة ولا شاي ففي نفي هنا اللي هو نيذر نور طيب لو انا عايز يشيل النفي من نيذر نور بقوا محطوا في الفعل بشيل الان من النيذر ون الان من نور بيبقى ما ينفعش ايذر ونجيب معها نور لا ايذر اور نيذر نور في ان يبقى في ان في الاتنين شلنا الان يبقى نشيل الان من الاتنين واخد بالك برضو ما ينفعش تضيف نفي مع نيذر يعني ما ينفعش تقول يعني نيذر نور اصلا نفي ودازن نفي يبقى نفي نفي اثبات هم ما بيحبوش الكلام ده في الانجليزي ما ينفعش نفي نفي في الانجليزي ما بيحبوش خالص لان الموضوع بيبقى كونفيوزنج شوية لان he doesn't drink neither coffee nor tea معناها he drinks coffee and tea يعني حاول كده تفكر فيها شوية هتلاقي ان انت بتقول ان هو بيشرب قهوة وشاي فليه اللف ودورة ما تلفش ودور فالنفي بييجي بس مع either or لانها positive neither nor ديت الجملة اللي هي المنفية فمش محتاج ان انتك تضفلها نفي مثال اخير على الموضوع ده يعني انا لا اتحدث الروسية ولا الفرنسية انا لا اتكلم الروسية ولا الفرنسية تعرف تستبدل neither nor ب either or زي التانية بالضبط اي دونت سبيك اي دونت سبيك اي دونت سبيك يعني اللي بيجي مع اي دو مش داز لو مش عارف فعلي دو الكلام ده شوف الفيديو اللي هيظهر في اي حتة هنا وتفرج على بس خلينا في الجملة اللي معنا دلوقتي يعني انا لا اتكلم ايا من الروسية او الفرنسية فنفس المعنى بالضبط بتاع neither nor اوكي طيب واحنا كده خلصنا الامثلة وخلصنا الدرس تباع النهاردة ولكن هنقول بس مثالين انت المفروض تحلهم وانا هستنى عليك شوية علشان بس يعني نتأكد برضو ان انت فهمت الموضوع فاول مثال سارا is very tired سارا is very tired she will مسافة cook مسافة clean سارا is very tired يعني سارا متعبة she will مسافة cook مسافة clean هنقول either or ولا neither nor وليه give you like five four three two one she will neither cook nor clean ليه لان سارا is tired يعني سارا تعبانة هي لا هتقدر يعني هي مش هتطبخ ولا هتنظف لانها متعبة she will neither cook nor clean اوكي المثال التاني علي is مسافة at school or at home علي is مسافة at school or at home اختار either ولا neither one two either ليه؟ لان في or يبقى علي is either at school or at home طب لو شلنا or وخلناها nor يبقى علي is neither at school nor at home يعني علي لا هو في المدرسة ولا هو في البيت الجملة الاولانية علي is either at school or at home يعني علي إما هو في المدرسة او في البيت اتمنى انت كونسة واعبت الموضوع ده الموضوع أبسط مما تتخيل either or و neither not وبس العلم ده مش كل شرح either or neither ان شاء الله ممكن نكمل شرح الحاجات لاستخدامات تانية في الفيديو الجاي لو أجهه مع الجاي بإذن الله فده بس بداية كده بنسخم بيها وين وصلنا لفكرة الكووت الكووتكتنا رضة من واحد اسمه جيم ران كنا قلنا من نقوص قبل كده هو رجل ده entrepreneur و author motivational speaker رجل ده بيقول either you run your day or your day runs you either you run your day or your day runs you معناها ايه؟ اما ان انت تمشي يومك او يومك هو اللي يمشيك بمعنى ان انت لو مخطط ليومك وعارف انك هتعمل ايه والكلام ده فانت هتستغل اليوم ده انت اللي هتمشي اليوم حسب احتياجك انت اما لو انت مش مخطط لليوم او مش عارف انت هتعمل ايه فانت ساب نفسك بقى للاحداث اليوم بتاعك هو اللي يمشيك حصل حدث معين فبيمشيك في السكة دي طب واحد صاحبك جيه قاعد فيمشيك في السكة دي طب والله مش عارف ايه فانت بتروح فانت مش متحكم في يومك either you run your day or your day runs you قبلك برضو either بتيجي في الاول عادي جدا either ممكن تيجي في الاول زي neither بالزبط يعني زي ما قلنا في الاول neither علي nor احمد will come with us برضو ممكن تقول either علي or احمد will come with us يعني اما علي او احمد هيجوا معنا ما تنساش تحل الكوز لتحت الفيديو برضو علشان تمر لنفسك اكتر على either or و neither nor واتمنى ان اكون ساعدتك يعني بفهم الموضوع ده ولو عجبك الفيديو كالعادة منساش تعمل like subscribe with subscribe with subscribe comment salamu alaikum